ديالة عمر الكروي وجود تنسيق مشترك بين المجلس وقيادة العمليات والشرطة المحلية وذلك لعودة النازحين لمناطقهم لا سيما في مناطق العظيم والسعدية والمنصورية وناحية جلولاء كان هناك تنسيق مشترك من قبل الحكومة المحلية في مجلس محافظة ديالة وأيضا مع قيادة عمليات ديجدة في حسن موضوع عودة النازحين الموجودين إلى المناطق المحررة وبالتالي كان هناك هذا التنسيق على المستوى تم عودة الكثير من هذه العوائل إلى مناطق سكناهم فيما يخص ناحية السعدية والعظيم والمنصورية وناحية جلولاء وتم تدقيق هذه المعلومات ولكن هناك بعض الأسماء بقت لم تحسم لحد الآن من قبل قيادة العمليات تكلمت مع سيد قائد عمليات ديجدة خلال الفترة السابقة وكان هناك تنسيق حول هذا الموضوع وتم الاتفاق إن شاء الله خلال الأيام القادمة بحسم تقاطع معلومات بعض الأسماء الموجودة لغرض عودتهم والقسم الآخر لم يعود لأسباب تتعلق بهم كموضوع المدارس الموجودة وأمور أخرى كاستقرارهم في مركز القضاء أو مناطق أخرى ترجمة نانسي قنقر